السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنانا الأعزاء طالبات وطالبات التعليم الفني الصناعي المدارس العاملة بمنظومة الجدرات برنامجي فني تركيبات كهربية وبرنامج فني آلات كهربية نارضا إن شاء الله هنتكلم في المخرج التاني في وحدة أجهزة القياس وزي ما اتفقنا وقلنا في حلقات سابقة أنه أنا كان عندي وحدة أساسيات الورشة هي الوحدة الأولى أساسيات الورشة الكهربية هي الوحدة الأولى انتهت في خمس أسابيع كانت مدتها خمس أسابيع وبعد كده في الأسبوع السادس اللي هو انتهى مبارح كان بداية الوحدتين التانية والتالتة اللي هي أجهزة القياس ومكونات الدوائر الكهربية طبعا في الوحدة الأولى احنا اكتسبنا مهارات عديدة مهارات السلامة والصحة المهنية ووقاية الشخصية وخلافه هنا في بداية الوحدة التانية والتالتة برضو لقينا إن فيه بعض المخرجات بتتكلم عن السلامة والصحة المهنية كان المخرج الأول في وحدة أجهزة القياس كان اسمه يجهز مكان العمل أو تجهيز مكان العمل وفقا للإمكانيات المتاحة وشفنا في فيديو وعرضنا أو كلمنا في الجزء المعرفي اللي يخدم المخرج وشرحنا جزء معرفي ونفزنا مع بعض جزء مهاري من خلال فيديو عرضنا وإحنا بنجهز مكان العمل وفقا للإمكانيات المتاحة تمام؟ طيب كنا جهزنا المكان وفق الإمكانيات المتاحة يعني دخلنا المكان بتاعنا مكان العمل بتاعنا ارتدينا مهمات الوقاية الشخصية رقم واحد ارتدينا مهمات الوقاية الشخصية اتنين بدأنا نجهز مكان العمل من حيث الإضاءة ومن حيث التهوية ومن حيث الأرضيات وبعدين رتبنا مكان العمل يعني شفنا الإضاءة مناسبة ولا لا اخترنا نوعيات إضاءة ما تعملش وهك في العين أو ما تؤثرش على العين كمان لو الإضاءة مش كافية فتحنا النوافذ الشربيك علشان تديني إضاءة كافية وتساعدني على الإضاءة التهوية لو في مراوح شفطات النوافذ برضو فتحناها الأرضيات لابد أن أكون مراجع الأرضيات بتاعتي كويس أن ما يكونش عليها مياه راكدة ما يكونش فيه ناشع للمية ما يكونش فيه بقع زيت تسبب انزلاق أو استضام مع أجسام صلبة أو مخاطر ميكانيكية قلنا كمان أن بعد ما جهزت المكان من حيث التهوية والإضاءة والأرضيات كمان دخلت على الجزء الخاص بترتيب مكان العمل ده كله اكتسبناه في المخرج الأول دخلنا على تجهيز مكان العمل أو ترتيب وتنظيم وتنظيف مكان العمل نظمنا المكان ورتبنا المكان بتاعنا لو الأجهزة مش في مكانها الصحيح رتبناها في مكانها الصحيح أسلاك وجاكات أسلاك كهربية رتبناها ورتبناها بشكل منظم العدد جمعناها في مكانها المخصص ليها أجهزة القياس جمعناها في مكانها المخصص ليها كل الحاجة اللي عندي أنا رتبت المكان ونظمته ونظفته تمام؟ بعد كده بدأت أجهز العدد والأدوات اللي أنا هستخدمها لأنه أنا هبدأ أشتغل فلابد أن أنا أكون مجهز عندي العدد الكهربية بتاعتي العدد والأدوات اليدوية الكهربية وأجهزة القياس اللي أنا هشتغل بيها وكمان لازم أبقى أعرف طريقة التثبيت لكل جهاز قياس هيتثبت إزاي؟ تمام كده؟ لازم أبقى أعرف الجهاز القياس المعين أو الأميطة رئيس إيه؟ شدة الطيار هيتوصل توالي لازم أبقى أفاهم الكلام ده كله وده كان في المخرج الأول ترتيب وتجهيز وتجهيز مكان العمل وفقا للإمكانيات المتاحة كان كله من ناحية السلامة والصحة المهنية شوية لكن جينا على المخرج التاني والمخرج التاني بيقول لي يختار أجهزة القياس المناسبة للمهمة المطلوبة تمام؟ طيب زي ما تعودنا مع بعض إحنا كنا بنقول أن قبل ما نتكلم في المخرج ودايما بنقول للزملاء الأسادزة أسادزتنا المعلمين زملائنا بنقول لهم عرف الطالب المعايير المطلوبة منه أو اللي هيقاس عليها عرف الطالب معايير الأداء للمخرج هنا بنقول معايير الأداء للمخرج التاني أنا بقول لحضرتك عرفها للطالب ليه وإنت كطالب لازم تسأل عليها ليه علشان هي دي اللي هتبقى مطلوبة منك علشان تحققها وتكتسب المهارة أو تحقق الجدارة اللي أنت بتتعلمها المعيار الأول اثنين واحد دي معناها المعيار الأول في المخرج التاني يحدد الكمية الفيزيائية المراد قياسها حسب العمل المطلوب يعني حضرتك قدامك دائرة كهربية عارف أن مر فيها طيار ووقع على أطرافها جهد زي ما قلت لك أن الوحدتين بيكملوا بعض وحدة أجهزة القياس ووحدة مكونات الدوائر الكهربية تمام؟ هنا هتعرف أنواع الكميات الكهربية اللي هتتقاس هنا هتعرف أنواع الأجهزة طريقة استخدام الأجهزة طريقة توصيل الأجهزة هناك في مكونات الدوائر هنوصل الأجهزة اللي تعلمنا توصيلها وتعلمنا هي بتقيس إين ونستخدمها في قياس الكميات المطلوب هنا المعيار الأول بيقول لي يحدد الكمية الفيزيائية المراد قياسها حسب العمل المطلوب يعني مطلوب منه يقيس طيار فيزبط أجهزة القياس أو يختار أجهزة قياس الطيار شدة الطيار هيقيس فرق الجهد يبقى يختار الأجهزة اللي هتقيس فرق الجهد تمام؟ طيب المعيار التاني المعيار التاني بيقول لي يحدد الجهاز المناسب للقياس طبقا للكمية المراد قياسها يعني حضرتك عرفت الدائرة بتاعتك دي مطلوب منك تقيس شدة الطيار وتقيس فرق الجهد تمام كده وتقيس قدرة يبقى بناء عليه تروح تختار الأجهزة المطلوبة أو المناسبة لقياس الكمية اللي انت حددته تمام كده يا شباب؟ طيب المعيار التالت اللي هتقاس عليه يختار مدى القياس تبقا لقيمة الكمية المراد قياسها ودي جزء مهم جدا وهنشوفه في نهاية حلقتنا ان شاء الله نلحق نعرض فيديو نحدد فيه الكلام ده ونبين فيه الكلام ده بعد كده مصادر التعلم المطلوبة لإنجاز المخرج مصادر التعلم دي معناها اي يا شباب؟ معناها ان كل العناصر والمكونات والأجهزة اللي انت محتاجها علشان تحقق المخرج أو تنفس بيها المخرج بتاعك عندي هنا مصادر التعلم المطلوبة لإنجاز المخرج دي بتخصني كطالب وتخص حضرتك كمعلم يعني الجزئية دي بنخاطب بها أسد زيتنا وزملائنا بقوله ان مصادر التعلم دي لازم حضرتك تبص عليها في دليل المعلم ليه؟ علشان حضرتك تبقى عارف العدد والأدوات والأجهزة والمكونات والخمات وكل اللي انت هتحتاجه في تنفيذ هذا المخرج هتلاقيه فين؟ في مصادر التعلم الموجودة في دليل المعلم مع حضرتك يعني دي مش موجودة في دليل الطالب بس انا حطيتها هنا ليه؟ علشان الطالب يعرف كل حاجة هيستخدمها في المخرج ده ايه؟ تمام؟ طيب زي ايه بقى مصادر التعلم اللي عندي أو الحاجات اللي انا احتاجها العدد اليدوية الشخصية يعني حضرتك انت لازم يبقى معاك العدة بتاعتك الشخصية زي تليفونك بالزبط ما هو في جيبك كده يبقى عدتك معاك في شنطتك تقولي من المدرسة بتديني عدد يا فندم اتعود ان عدتك دي العدد الكهربية اليدوية دي حاجة ضرورية انت ماشي بيها احنا بنشوف الفني المحترم كده بيتلاقيه ماشي مفاكة تيست في جيبه زي القلم تمام؟ فعود نفسك على الحاجات دي رقم واحد العدد اليدوية الشخصية مفاكة عادة ومفاكة صليبة وبنسة واصافة وقشارة سلك ومفاكة تيست بتاعي مفاكة الاختبار كل العدد الشخصية بتاعتي معايا بعد كده معدات الحماية الشخصية او مهمات الوقاية الشخصية اللي هي البلطو بالخوزة والجوانتي والسدادات الازن لو انا الشغل عندي فيه ضوضاء او هيأثر على الازن برتدي سدادات الازن كمان لو عندي اتربة واتساخات وغبار علق في الجو يبقى انا محتاج نضارة علشان حماية العين من الغبار والاتربة اللي موجودة كمان بيبقى عندي القناع برضو علشان لو فيه غبار واتربة في الجو يبقى بحمي الجهاز التنفسي من المخاطر بعد كده هحتاج جهاز فولتاميتر وجهاز امبيروميتر وجهاز اوميتر طب جهاز الفولتاميتر هعمل باي بيه قال لي جهاز الفولتاميتر ده بيقيس فرق الجهد على اطراف المنبع او الاحمال تمام كده جهاز الفولتاميتر ده بيستخدم في ايه بيستخدم في قياس فرق الجهد وده هنقوله بعدين هنتكلم دلوقتي ايه هو الفولت والامبير والحاجات دي بعد كده جهاز الامبيروميتر طب جهاز الامبيروميتر ده هعمل بايه قال لي والله ده جهاز هيقيس شدة الطيار المار في الدائرة او المار في الاحمال او المار من المنبع تمام يبقى هنا الجهاز اللي بعد كده جهاز الامبروميتر هيقيس شدة الطيار في الدايرة او في الاحمال بعد كده جهاز اوميتر وجهاز الاميتر ده ده هيقيس لي قيمة المقاومة قيمة المقاومة الكهربية للدايرة او للأحمال تمام طيب بعد كده جهاز الاسلسكوب وجهاز الاسلسكوب ده شباب آآ ده جهاز بيستخدم في إظهار قيمة الكمية الكهربية في صورة رسم أو في شكل رسم تمام بيديني قيمة الطيار مثلا في شكل موجة بيعبر عنها برسم أو رسم القيم على موجات وجهاز قياس التردد ده بيئس لتردد الدائرة أو تردد المنبع وعندي الأسلاك التوصيل طبعا اتكلمنا عن أسلاك التوصيل دي وعرفناها أن هي أسلاك مصنوعة من النحاس جيد التوصيل وبتستخدم فيه التوصيل بين المكونات المكونة للدائرة أو توصيل بين مكونات الدوائر الكهربائية بعد كده عندي البرد بورد أو البردة اللي أنا هشتغل عليها ووصل الدائرة بتاعتي عليها أو التست بورد سواء بقى كانت بوردة نحاس أو مسقبة أو بوردة صماء زي ما شفنا في فيديو قبل كده من حلقة سابقة ونفذنا تمرين طباعة البوردة أو ممكن تبقى على التست بورد الجهزة نشتغل على التست بورد عادي عندي بعد كده منضادة عمل ذات ملزمة ومنضادة عمل ذات ملزمة دي اللي هي التسجة أو الترابيزة اللي أنا بشتغل عليها التسجة اللي بشتغل عليها وملزمة دي فيها دولاب عدة وأدراج علشان أحمي أو أحافظ على العدد بتاعتي والمكونات بتاعتي تمام كده؟ طيب تعالي نتكلم بقى عند إجراء عملية القياس لابد من معرفة العناصر الرئيسية للقياس هي إيه؟ العناصر الرئيسية للقياس ألف الكميات الفيزيائية المراد قياسها طيب بيه؟ قال لي أدوات القياس المستخدمة في عملية القياس تمام كده؟ جيم وحدات القياس المتبعة في عملية القياس وهنا نقف لحظة نتكلم ونوضح يعني إيه؟ الكميات الفيزيائية ويعني إيه؟ أدوات القياس المستخدمة ويعني إيه؟ مدى القياس اللي هنشتغل عليه أو وحدات القياس اللي هنشتغل بيه حضرتك أنت دلوقتي موصل دايرة كهربية وطبيعي أنت وصلت دايرة كهربية يعني مر فيها طيار يعني وقع على أطرافها جهد يعني من هنا أقدر أقول أن فيه طيار مر في الدايرة يبقى أنا عايزة إيس شدة الطيار تمام كده؟ طيب معنى أن فيه طيار مر على أطراف المقاومة معناها أنه وقع جهد على أطراف المقاومة أو أن فيه جهد طالع ليه من المنبع على أطراف المنبع صح كده؟ يبقى أنا محتاج جهاز فولتاميتر رقم اتنين محتاج جهاز الفولتاميتر يعني شوف أنا بحدد الكمية هو وبختار نوع الجهاز تمام؟ يبقى هي دي أساسيات في عمليات القياس لازم تبقى عارف الكمية اللي هتقسها والكمية دي اللي هي بقى إيه؟ الطيار والجهد والتردد والقدرة الكهربية وخلافه وبعد كده أكون عارف برضه أنه فيه حاجة اسمها وحدات القياس أو مدى القياس كمان يعني الوحدات والمدى وده هنشوفه في الفيديو اللي هنوضحه إن شاء الله طيب يعني إيه الكلام ده بره؟ يعني أنا عرفت أن فيه دايرة مر فيها طيار ومر فيها جهد طيب طالما فيه طيار مر وطالما فيه جهد مر يبقى أنا عندي كده حاجة جديدة علي خالص اسمها القدرة الكهربية والقدرة الكهربية هنا هي إيه القدرة الكهربية؟ قال لي القدرة التي يستهلكها الحملة من المنبع طيب هي عبارة عن إيه؟ قال لي وهي عبارة عن حاصل ضرب الجهد في الطيار يعني ممكن أجيبها حسابيا وممكن أحسبها أقسها باستخدام جهاز الوات ميتر صح كده؟ يعني ممكن بجهاز الوات ميتر أقيس القدرة الكهربية وممكن أحسبها من خلال قراءة جهاز الفولتاميتر وقراءة جهاز الأميتر طمام؟ وبكده أبقى أعرفت الكميات اللي أنا هاقسها وكمان حددت الأجهزة اللي هاشتغل بيها طيب لازم أبقى عارف الطيار اللي هاقيسه ده لازم أبقى عارف أن الطيار اللي هاقيسه ده هل هو وحدة قياسه بالأمبير ولا بالملي أمبير ولا بالميكرو أمبير هي ده بقى الجزئية الأساس التالت اللي هو بعد معرفة الكمية وحددت الجهاز لازم تبقى عارف هتقيس طيار بالأمبير ولا بالملي أمبير ولا بالميكرو أمبير صح كده؟ ليه؟ علشان وإنت بتستخدم جهاز القياس وإنت بتستخدمه لازم تبقى عارف هتزبط جهاز القياس على كمية إيه؟ طيار ايه طب بالملي ولا بالانبير ولا بالمايكرو نقدر نزبط جهاز القياس واطراف جهاز القياس بتاعتي تمام ومدى القياس والوحدات اللي هنقيس عليها تمام كده طيب حقيس قدرة لازم ابقى عارف فرضو انا حقيس بالواط ولا بالكيلواط حقيس قيمة مقاومة لازم ابقى عارف هي بالاوم ولا كيلو اوم ولا ميجا اوم او جيجا اوم لازم ابقى عارف الفولت اللي هيقيسه. هو بالفولت ولا كيلو فولت? يبقى الوحدة القياس. الان حددت الكمية. حددت الجهاز. اخر حاجة لازم ابقى عارف ايه? لازم ابقى عارف. وحدة القياس اللي انا هشتغل عليها. تمام? طيب. انواع الكميات الفيزيائية. لو بصينا هنا هنلاقي ان انواع الكميات الفيزيائية هتبقى كميات فيزيائية اساسية وكميات فيزيائية مشتقة يعني ايه مستر الكلام ده عايزين توضيح قال لي انه الكميات الفيزيائية الاساسية دي كميات هنا هيقول لي ان الكميات دي لا تعرف يعني لا يمكن استنتاج احداها تمام هي كميات لا تعرف يعني لا يمكن استنتاجها او استنتاج احداها بدلالة كميات فيزيائية اخرى يعني ما ينفعش اقول ان الطول الطول احنا بنحسبه ايه بالمتر صح كده هو المتر ده ينفع اقولك متر او مثلا زي ما منقول مثلا النيوتين والوحدات القياسية التانية اللي هي الغير اساسية المشتقة هنا الطول والكتلة والزمن ودرجة الحرارة والشحنة الكهربية دول ماينفعش يبقى ليهم اشتقاق ماينفعش يبقى ليهم استنتاج تمام يعني هي كميات لا تعرف يبقى انت حضرتك تعرف كده ايه ان الكميات الفيزيائية الاساسية هي مين الطول والكتلة والزمن ودرجة الحرارة والشحنة الكهربية تمام كده طيب عندي بعد كده كميات فيزيائية مشتقة بيقول لي هي ايه هي كميات فيزيائية تعرف بدلالة كميات فيزيائية اساسية زي ايه السرعة والعجلة والحجم والشغل والقدرة والطاقة والقوة يعني ايه الكلام ده يعني دي كميات فيزيائية اقدر اعمل لها اشتقاق زي مثلا على سبيل المثال يعني العجلة هي العجلة وحدة قياس العجلة ايه سنتيمتر في الثانية تربيع او مليمتر في الثانية تربيع صح كده بقى في اشتقاق هنا ولا لا صح بقى في اشتقاق طيب هي القدرة او الطاقة والقوة ما هي اقدر اشتقها صح كده لانه الجهد او قدرتك ايه ما هي جول لكل ايه اا كلهم صح كده يبقى عندي اشتقيت الوحدة ولا لأ اشتقتها صح؟ طيب يبقى هنا كميات فيزيائية مشتقة معناها ان دي كميات يمكن تعرفها او اشتقاقها بدلالة كميات فيزيائية اخرى ودي بتبقى كميات اساسية الكميات الاخرى دي هي بتبقى الكميات الاساسية طيب اول كمية معانا اللي هي ايه الانبير ايه هو الانبير؟ قال لي الانبير ده هو وحدة قياس شدة الطيار وهو عبارة عن كمية الكهرباء التي تمر في الموصل كل ثانية ويرمز له بالرمز ايه اللي هو الانبير مين بيقيس الطيار يا شابب؟ ايه الجهاز اللي ممكن يقيس الطيار؟ قال لي والله جهاز الانبير هو اللي ممكن الاميتر جهاز الاميتر هو اللي ممكن يقيس لي الانبير هو اللي يقيس شدة الطيار طيب برضو معلومة هو جهاز الاميتر بيتوصل في الدايرة ازاي؟ توالي ولا توازي؟ افتكر لما اتكلمنا في وحدة مكونات الدوائر الكهربية قلنا ان الاميتر الطيار بيمر في الدايرة يعني الاميتر هيتوصل توالي عشان يمسك لي مين؟ الطيار اللي مر في الدايرة يقيسه صح كده؟ يبقى هنا الاميتر يقيس شدة الطيار والانبير هي وحدة قياس شدة الطيار ويرمز للانبير بالرمز ايه؟ والطيار اسمه كارنت بنرمزله بالرمز ايه؟ بيتوصل توالي الاميتر علشان يقيس الامبير تمام؟ طوريني جهاز الامبير كده او جهاز الاميتر نشوف شكله ده جهاز اميتر طبعا ده جهاز انالوج او تناظري بمؤشر نقدر من خلاله نقيس قيمة شدة الطيار الماري في الدائر طيب عندي ايه تاني؟ الفولت والفولت هنا ده وحدة قياس مين؟ فرق الجهد طب وفرق الجهد ده هو عبارة عن ايه؟ اللي والله هو الفولت ده هو ايه؟ مقدار فرق الجهد الكهرابي بين نقطتين في دائرة كهربية يمر بها طيار قمت واحد امبير عندما تفقد قدرة قدرها واحد واط بين النقطتين وهو وحدة قياس فرق الجهد الكهرابي ويرمز له بالرمز ايه يا شباب؟ الفي طيب ايه الجهاز اللي بيقيس فرق الجهد؟ الفولتاميتر طب انا ما عنديش جهاز فولتاميتر يا فاند نعمل ايه؟ قال لي والله عندك جهاز اسمه الافو میتر بنسميه الجند المجهول او المالتي میتر دول جهازين نقدر من خلالهم نقيس معظم الكميات الكهربية المتاح اقدر رئيس قيمة المقاومة الكهربية اقدر رئيس من خلال الافو او المالتي میتر اقدر رئيس قيمة الجهد او فرق الجهد شدة الطيار قيمة المقاومة سعة مكسف اقدر اختبر موصلية كابلات واسلاك وموصلات اقدر اعمل اكتر من حاجة اختبر عناصر الكترونية وخلافه يبقى هنا بجهاز الفولتاميتر اقدر ايس قيمة فرق الجهد وهنا فرق الجهد هنا وحدة قياسه الفولت اللي هي بنرمز لها بالرمز فيه وهنا الفولتاميتر بيتوصل توالي ولا توازي يا شباب بيتوصل توازي ليه قلنا قلنا علشان بيقيس الفرق الجهد بين نقطتين فهيمسك الطرفين للعنصر اللي هيقيس الجهد على اطرافه يبقى هيتوصل ايه توازي تمام طيب نشوف ايدي جهاز الفولتاميتر الانالوج وده جهاز فولتاميتر الديجيتال تمام اللي هو الرقمي ده جهاز فولتاميتر يقسلي قيمة فرق الجهد من خلال مؤشر بيتحرك على تدريج تمام وعندي هنا ده جهاز فولتاميتر بقدر من خلاله اقيس فرق الجهد ولكن عايزين نبص على حاجات مهمة قوي في اجهزة القياز دي لو بصيت معايا هنا هتلاقي ايه ان جهاز الفولتاميتر ده ده جهاز فولتاميتر عرفنا منين هنا مكتوب حرف الفي تمام وحرف الفي ده معناه اختصارا لكلمة فولت تمام او فولتاميتر طيب هنا اعمل ايه او اللي مطلوب مني قال لي والله المؤشر ده بيتحرك على تدريج من خلال تجهيزة داخلية بقى هنا التركيب الداخلي للجهاز الفولتاميتر والعزوم اللي بتنشأ عشان تحرك المؤشر او تسبته على القيمة المقاسة او ترجعه للصفرتين فيه ثلاث عزوم عزم الانحراف وعزم التحكم وعزم الفرمالة تمام طيب فيه هنا مجموعة بيانات موجودة هنا على الجهاز خد بالك البيانات دي معناها ايه البيانات دي لها معاني كبيرة جدا في تركيب الجهاز والمصمار اللي هنا ده المصمار ده بيبقى بلاستيك تمام بلاستيك ناشف بيبقى في الفتحة اللي موجودة هنا اقدر من خلالها خد بالك هنا انت شايف المؤشر على الصفر مباشرة صح اثناء فصل الجهاز ممكن الجهاز ده ممكن يكون المؤشر ده مرحل سنة تحت اسفل الصفر او مرحل سنة فوق الصفر ده لما جئيس واستخدمه في القياس حيبقى يديني قراءات مش دقيقة يا ده بالنقصان ايه اللي بيحصل المصمار ده اسمه ضبط المؤشر على صفر التدريج مصمار ضبط المؤشر او اعادة ضبط المؤشر على صفر التدريج ازاي هجيب مفك عادي اللي هو السن المبطط العادي مش الصليبة مفك العادي وبرفق وبحركة بطيئة بسبت المفك هنا وابدأ الف المصمار يمين او شمال حسب وضعية المؤشر وحاول اصبط المؤشر على الصفر دي كده اسمها ايه ضبط المؤشر على صفر التدريج من خلال المصمار ده تمام طيب ايه تاني قال لي والله الرموز اللي موجودة هنا مجموعة الرموز دي دي لها معاني كبيرة قوي على الجهاز ايه هي الرمز الاول ده اللي هو ملفه وفيه خط ده ده معناه ايه قال لي معناه ان الجهاز ده زو قلب حديدي وملف متحرك قلب حديدي متحرك وملف متحرك تمام طيب العلامة التانية دي العلامة دي علامة الطيار المتردد خد بالك العلامة دي علامة ايه طيار متردد اللي هي العلامة التانية من الشمال تحت تمام طيب دي علامة الطيار المتردد طيب ايه تمام قال لي والله واحد ونص دي لها معنى واحد وخمسة من عشرة دي لها معنى ايه هو معنى رقم واحد ونص دي ممكن يبقى اتنين ممكن اتنين ونص ممكن واحد ممكن خمسة من عشرة زي ما يكون الرقم ده موجود ده اسمه دقة الجهاز اسمه ايه يا شباب دقة الجهاز تمام طيب الرمز اللي بعده اللي هو حرف تي مقلوب اللي هو الرمز الرابع ده من الشمال حرف التين مقلوب ده معنى ايه? معنى ان الجهاز ده هيتم تثبيته في وضع عمودي او رأسي زي ما هو موجود كده يعني ماينفعش الجهاز ده يتحط على جنبه على الجنب هنا يتسبت على الجنب ده لأ ماينفعش الجهاز ده يترمي كده في الدولاب على ظهره ما ينفعش. ليه? التركيب الداخلي بتاعه بيسمح له فقط انه علشان يبقى مظبوط وقرأته مظبوطة. ونحافظ على العناصر الداخلية للجهاز. والمكونات الداخلية للجهاز لابد ان يبقى الجهاز ده مسبت في وضع عمودي. واعرفت منين? اعرفت من حرف التين مقلوب ده. طب حرف التين مقلوب ده. لو موجود مكانه علامة زاوية كده يبقى الجهاز ده هيسبت بزاوية ميلة زاوية خمسة واربعين درجة. لو حرف الواي مقلوب كده يبقى ده هيسبت بوضع افقي. تمام? يبقى وشه الفوق. طيب النجمة اللي موجودة دي. النجمة دي اسمها جهد الاختبار. خلي بالك دي حاجات مهمة قوي لازم تبقى عرفها علشان تقدر تتعامل مع الاجهزة. تمام? هتقول يا مستر هو الكلام ده مش عندنا في في دليل الطالب. وحضرتك كزمير كمعلم تقول لي مش مقرر على الولد. هقول لك هو في جزء مهمة قوي انه الولد علشان يقرأ جهاز القياس لازم يكون متأكد من العناصر اللي موجودة على الجهاز. رقم واحد يعرف يسبت الجهاز ده. هيتوصل توالي ولا توازي. دقة الجهاز دي كام? الجهاز ده نوعه ايه? طب الجهاز ده هيشتغل على طيار متردد ولا طيار مستمر? لاننا عندي مشكلة. المعايير اللي مطلوبة في الاداء معايير الاداء للمخرج ده? كانت ايه المعايير? ان الطالب يحدد الكمية اللي هيقسها? ويعرف يختار الجهاز المناسب للكمية اللي هيقسها? صح كده? دي من ضمن المعايير. طيب. هو الطالب النهاردة لو جه وخد جهاز قياس اميتر. جميل انت حضرتك كلفت الولد بقياس شدة الطيار. انا قلت للطالب بتاعي تعال اقسلي شدة الطيار في الدايرة دي. تعال اقسلي فرق الجهد على الدايرة دي. الطالب راح على الدولاب جاب جهاز الفلتاميتر او الافو وجه. الولد فاهم ان الفلتاميتر هيقس فرق الجهد هو الولد فاهم. والطالب فاهم وكل حاجة او الطيار. بس راح جايب الجهاز وما خدش باله ان الجهاز ده هيشتغل على طيار متردد ولا طيار مستمر. وبعدين راح جايب الجهاز ده بيشتغل طيار مستمر الجهاز ده. هب راح حاطط الجهاز طير الجهاز منه. يبقى ده نتيجة ايه? ان احنا معلمناش ولادنا? انه او الطالب ما اكتسبش مهارة كراءة واجهة الجهاز. مهمة جدا. تقول لي ما هيش موجودة في في المخرج عندي اقول لك لا. لازم يكتسبها. امال الجزء المهاري هنقول في ايه? صح كده? النقطة دي انا بكلم فيها اسات زيتي وزميلي. اه وانا بخاطب نفسي ان انا لازم اعلم الطالب الاول الكمية اللي هيقسها ونوع الجهاز. طب نوع الجهاز طب ما هو اه لازم اقول الولد ان الكمية دي في منها طيار متردد وطيار مستمر. جهده متردد وجهده مستمر. فلازم اعرفه برضو ان نوع الجهاز اللي هيجيبه اه جبت فولتاميتر اه بس لازم تكون واثق ان الفولتاميتر ده هيقس طيار متردد او هيقس طيار مستمر او يقدر يقس اللي اتنين مع بعض. لان عندي اجهزة بتقيس اللي اتنين مع بعض. وكمان في اجهزة رقمية بتقيس اللي اتنين. في اجهزة مؤشر بتقيس اللي اتنين. تمام كده? يبقى العناصر اللي كانت موجودة اسفل شاشة الجهاز دي لازم ابقى اعرفها. نرجع لشاشة الجهاز تاني والنجمة اللي كنا عندها ونقول ايه? النجمة دي معناها جهد الاختبار. يعني ايه جهد الاختبار? اقصى جهد ممكن يتحمله الجهاز ده. اقصى جهد ممكن يتحمله الجهاز. يعني ايه جهد الاختبار? هتلاقي النجمة دي جواها رقم. النجمة دي هيبقى جواها رقم. والله جواها خمسة من عشرة. جواها واحد جواها اتنين اتنين ونص هي اسمها جهد الاختبار طب يعني ايه برضو قال لي الجهد اللي فيها بالكيلو الرقم اللي موجود فيها بالكيلو طب تقول لي طب اتنين وعرفناها اتنين يعني جهد الاختبار قيمته الفين فولت او اتنين كيلو فولت لو واحد يبقى جهد الاختبار واحد كيلو فولت او واحد ونص يبقى واحد كيلو ونص او الف وخمسمائة فولت طب لو خمسة من عشرة تبقى خمسمائة فولت اللي هي نص كيلو فولت تمام كده طيب يبقى من خلال البيانات اللي موجودة على الجهاز انا قدرت اقيس او قدرت اعرف ان الجهاز ده مناسب للكمية اللي هاقسها ولا لا وهنا ما ينفعش اروح اجيب جهاز اقصى جهد اختبار ليه خمسمائة فولت واروح احطه على جهد عالي وايس الف فولت تمام كده مش هينفع قرأته مش منطقية ماينفعش اروح اجيب جهاز الفولتاميتر وانا مش عارف توصيله هو بتوصل توالي ولا توازي اروح احط جهاز الفولتاميتر توالي طب لو حصل معلومة ليك انت كطالب بقى بالمرة طالما قلناها لو حصل ان انا جبت جهاز الفولتاميتر اللي بيتوصل بالتوازي في الدايرة عشان يقسل الجهد على اطراف الاحمال لو حصل وجبت الفولتاميتر وروح تموصله توالي في الدايرة ايه اللي هيحصل اللي هو هيقرأ قيمة يعني هتلاقي بيقرأ بس القيمة اللي موجودة ما هيش القيمة الحقيقية للطيار اللي موجود في الدايرة وانصبرت عليه الجهاز هيطير معاك تمام يعني انصبرنا عليه مش صبرنا عليه ساعة بقى لا ده اللي هي ايه يعني انا اللي حقت خدت بالي افصل على طول لكن ما صبرش عليه بقى واقول اصل قيمة الطيار مش حقيقية ولو جبت الاميتر ووصلته بالتوازي هيقرأ لي قيمة الجهد بس مش حقيقية تمام كده طيب يبقى انا لازم الطالب بتاعي او حضرتك انت كطالب لازم تكون ملم بايه بالعناصر اللي موجودة على يعني لو بصينا على شاشتنا كده على الجهاز ده هنلاقي ان الجهاز هنا كل البيانات اللي موجودة عليه بتقول لي ان ده هيقيس جهد حتى تلتميت فولت تمام كده طيب نروح على الجهاز اللي بعده الجهاز اللي بعده ده ده جهاز ايه يا شباب ده جهاز فولتاميتر رقمي جهاز فولتاميتر رقمي الفولتاميتر ده هيقس لي ايه لو خدت بالك هو بيجي معاه الجاكين دول جاك احمر وجاك اسود تمام دول اطراف التوصيل بتوعه ودي كده بنات التوصيل او نقاط التوصيل الخاصة بمين بالفولتاميتر الرقمي ده طب ده هيقس لي جهد بس ماهو ده ممكن يقس لي اكتر من حاجة ده هنا بص كده هيقس لي ايه طبعا ده بكرت او المفتاح بتاعه مفتاح الاختيار بتاعه لو المفتاح ده على الوف هنا هيبقى مفصول تمام جهزة فصل طيب امال ايه بقى قال لي دي طبعا الشاشة اللي بيبان عليها القيم بتاعتي تمام وايه كمان قال لي هنا القيم اللي انت شايفها الارقام اللي موجودة دي والتأسيمة بتاعتها معناها ايه قال لي طبعا المفتاح الاختيار ده بيبقى في علامة هنا على المفتاح ساهم اللي من خلاله بروح اقف على الكمية اللي انا محتاجة فهنا هتلاقي في الجزء المربع ده هتلاقي ايه دي سي فولت ها نفتكر كده دي سي فولت معناها ايه افتكر معايا الدي سي يعني مستمر والفي يعني فولت هده يبقى الجزء ده لو البكرة دي هنا جت على الجزء ده يبقى انا عاوزة إيس جهد مستمر يبقى اجيب بكرة الاختيار او مفتاح الاختيار ده اسبطه على الجهد هنا اللي انا عايزه يبقى هنا ده جهد مستمر هنا لحد عشرين فولت هنا متين هنا الف تمام هنا بالميلي هنا بالمايكرو تمام طيب هنا بقى هنا بيقول لي ايه سي فولت ايه سي فولت برضو نفتكر سوا كده الاسي كان ايه طيار متردد صح كده والفي اختصارا للفولت يبقى هنا في المربع ده انا هقيس جهد متردد يبقى هنا هقيس جهد مستمر شايفين يا شباب الماوس هنا هقيس جهد مستمر وهنا لو حطيت المفتاح الاختيار ده هنا يبقى هقيس جهد مستمر طيب امال الجزء ده ايه قال لي بص كده اقرأ برضو دي سي ايه يعني امبير مستمر او دي سي اللي هو الطيار المستمر امبير يعني هنا في الجزء ده اقيس الطيار المستمر فقط واشوف القيمة والمدى اللي انا هقيس خلاله تمام طيب ايه تاني قال لي هنا لو عاوز تقيس بالامبير طيار متردد تمام كده يبقى هنا هقيس بالامبير طيار متردد على النقطة دي طيب ايه كمان قال لي والله ده هنا علامة الديود او رمز الديود ده بيقول لي لو عاوز تختبر الديود او الموحد سنائي الموحد او الموحد السيليكوني لو عايز تختبره صالح ولا لأ تختبر موصليته تختبر انحيازاته الانحياز الامامي والعكسي وده انتو هتتعلموه الجزء الخاص بالديود ده هتدرسوه في الترمي التاني ان شاء الله وتختبر الديود بكل كفاءة باذن الله هنا لو عايز ايس قيمة المقاومة هلف البكرة فين على الجزء ده كده الجزء الخاص هنا علامة القومة هي يبقى ده كله كده خاص بالمقاومة الكهربية ووحدة قياس المقاومة اللي هي القوم طيب ننزل لتحت شوية هلاقي ايه فيه هنا الدايرة اللي موجودة هنا دي دي معناها ايه يا شباب الدايرة دي برضو متصلة بالشاشة بتاعتنا الدايرة دي عبارة عن ايه عندي برضو دي هتستخدموها في الترمي التاني ودي هنا بقدر من خلالها اختبر العناصر الالكترونية اللي هي الترانزيستور والترياك والسرستور وخلافه نقدر نختبر العناصر الالكترونية ونحدد اطرافها ونحدد انحيازاتها من خلال الدايرة دي وده هيبقى شغلنا في الترمي التاني بإذن الله في وحدة بناء دوائر إلكترونية بسيطة طيب أمال النقاط التوصيل دي ايه نقاط التوصيل اللي هنا دي ايه اللي بالجاكات بقى الأحمر والأسود ده هتلاقي فيه هنا النقطة دي اسمها ايه موجود جنبها كوم أو كومن أو المشترك أو الأرض اهو علامة الأرض هنا هاي تمام كده يبقى هنا كده أنا عملت ايه الطرف الأسود هو اللي هيبقى موجود فين في نقطة المشترك هنا الكومن اللي هنا دي هتبقى الجاك الأسود هو اللي هيركب هنا باستمرار الجاك الأحمر ما يركبش هنا خالص الأسود بس هو اللي هيتحط هنا طب ليه الجاكات دي مقاومتها اسلاك مقاومتها ضعيفة فعلشان أركب خطأ هيبقى فيه مشكلة تمام طيب يبقى اتفاقنا ان الجاك الأسود هيجي يركب فين في نقطة الكومن أو المشترك ده تمام اللي هي بتاعة الأرض طيب هنا اقيس ايه بقى الطرف الأحمر او الجاك الأحمر هيلعب بين النقطتين دول بس ايه بقى مش بمزاجي او مش على هواية ده على هوا مين وعلى مزاج مين برضو مش الجهاز ده على أساس الكمية المراد قياسها على أساس مين يا فاندم الكمية المراد قياسها يعني هنا بيقول لي ايه بص كده هيقول لي انه لو عاوس تقص طيار مستمير هتركب الجاك الأحمر هنا ولو عاوس تقص طيار متردد هتركب الجاك هنا تمام يبقى هنا ده كده اقيس قيمة الجهد وقيمة المقاومة uno تمام يبقى هركب هنا هاقيس طيار يبقى هركب هنا تمام كده ده كده الجاك الأحمر هيتنقل ما بين النقطتين دول حسب ايه ها مش بمزاجنا حسب الكمية المرات قياسها وهل هي طيار متردد ولا طيار مستمر طيب نشوف بعد كده ايه الكمية اللي بعد كده طبعا دي صورة تانية للمالتي ميتر طبعا والافو اللي موجود معنا نقدر ادي اجهزة متعددة القياسات برضو زي الشكل اللي شفناه دي اشكال مختلفة ممكن تبقى موجودة في السوق او موجودة عندك في المعمل او التخصص بتاعك او القسم بتاعك نفس الاجهزة ولكن الاشكال بتختلف حبيتين طيب هو الشكل بس بيختلف ولكن الالية العمل هي واحدة طيب بعد كده الاوم الكمية اللي هنشوفها بعد كده هي الاوم ايه هو الاوم اللي هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فاكر يتصل بطرفيه ايه طالما قلنا بطرفيه يبقى فرق جهد على طول تمام يبقى الاوم هو مقدار المقاومة الكهربية لموصل عندما يتصل بطرفيه فرق جهد كهربي قيمته واحد فولت فيمر به طيار قيمته واحد امبير تمام كده طيب ومين اللي هيقيس الاوم جهاز الاوم ميتر طيب بعد كده الواط والواط هنا هو ده وحدة قياس مين القدرة الكهربية يبقى هو قيمة القدرة الكهربية في دائرة كهربية على طرفيها واحد فولت والطيار المار فيها واحد امبير مين بيقيس القدرة شباب ده جهاز الواط ميتر طيب الواط ساعة ايه هو الواط ساعة قال لي دي بقى الكمية التجارية اللي احنا بنتحاسب عليها في فطورة الكهرباء الواط ساعة او الكيلو واط ساعة هي قيمة الاستهلاك في دائرة كهربية متصل بطرفيها جهد كهربي قيمته واحد فولت ويمر بها طيار كهربي قيمته واحد امبير لمدة زمنية قدرها واحد ساعة وده اللي بيقيسه مين العداد الكهربي اللي موجود عندنا في المنزل طيب واحد يقول يا مستر هو احنا في البيت بنستهلك طيار ولا بنستهلك جهد احنا بنستهلك قدرة كهربية والقدرة الكهربية عبارة عن ايه عبارة عن حاصل ضرب الجهد في الطيار اه تمام كده يا شباب طيب اه بعد كده وحتى هنا يعني ممكن نتكلم هنا بسرعة عن العداد هنا ده الجزء اللي بيبان فيه اللي بيسجل القراءة وهنا مكتوب لي هنا وان فيس يعني بيشتغل وجه واحد وهنا التردد بتاعه والخمسين هيرتز تردده جهده 220 فولت الطيار بتاعه طيار الحمل عشرة امبير ده بيبقى طيار الحمل اللي موجود بعد كده الطاقة الكهربية الطاقة الكهربية هي ايه يا شباب اللي هي القدرة على بزل الشغل ووحدة قياس الطاقة الكهربية هي الجول ويرمز لها بالرمز الجي والطاقة الكهربية هي ناتج حاصل ضرب القدرة في الزمن قدرة الكهربية كانت جهد في طيار لكن الطاقة الكهربية هي القدرة في الزمن اللي استرقته تمام؟ المقاومة الكهربية المقاومة الكهربية هي عنصر يقلل الطيار فاكرين لما قلنا ان المقاومة بتحد من مهور الطيار يبقى هي عنصر يقلل الطيار المار عبر مصار معين وكلما ارتفعت قيمة المقاومة كلما قل الطيار ويرمز للمقاومة بالرمز R وتقاص المقاومة بالأوم ويرمز له بالرمز O ده اللي هو الأوم جهاز راسم الزبزبات ده جهاز اسمه الأسليسكوب تمام؟ الجهاز ده فيديته ايه؟ انا هنا انا عارف ان الجهد مثلا مئتين وعشرين عايز اشوف شكل الجهد المتردد بيظهره لي في الشكل ده كده تمام؟ يبقى هنا جهاز راسم الزبزبات اللي هو الأسليسكوب هو جهاز الكتروني صمم خصيصا لرسم قيمة وشكل الاشارات الكهربية طبعا سواء اشارة جهد او اشارة طيار على شكل نقط مضيئة تتحرك من اليسار الى اليمين على الشاشة بسرعة معينة يتم التحكم فيها عن طريق مفتاح قاعدة الزمن تمام؟ اخر حاجة هنتكلم عليها في الاجهزة اللي هتقيس معايا الكميات دي بنسة الامبير ايه هي بنسة الامبير يا فندم؟ قال لي بنسة الامبير دي اللي هي الكلام بميتر دي بتستخدم في قياس الطيار بس ايه بقى؟ مش الطيار بيتقس توالي؟ ايوة الطيار بيتقس ايه؟ بجهاز الاميتر والاميتر بيتوصل ايه؟ توالي يعني علشان اقيس الطيار في دايرة كهربية معمولة جاهزة باستخدام اميتر اقوم اروح اقص السلك معايا كده؟ اروح اقص السلك علشان احط جهاز اميتر بالتوالي ويقس لي الطيار طب ما انا عندي جهاز تاني اسمه الكلام بميتر او بنسة الامبير هقيس ازاي؟ انا عندي السلكين هم اللي موصلين في الدائرة الكهربية هروح على واحد منهم وبالفكين بتوع البنسة اجي مسبت السلك في النص كده واقيس الطيار طب ما تيجي نشوف شكلها وهنستخدمها ازاي؟ ده شكل بنسة الامبير وبيبقى ليها الفكين دول الفكين دول عبارة عن قلب حديدي تمام؟ وبيبقى السلك بيمر فيه طيار فبينشأ عنه مجال مغناطيسي المجال مغناطيسي بيقطع القلب الحديدي اللي جوه الفكين دول فبيديني قراءة على طول فين؟ على الشاشة طب البنسة دي او بنسة الامبير الكلام بميتر دي اقدر استخدمها في قياس الجهد برضو قال لي ايوة البنسة دي اقدر استخدمها في قياس الجهد لانه طالما فيها جاكات تحت كده يبقى اقدر استخدمها في قياس الجهد في قياس قيمة المقاومة العناصر الالكترونية. وحنروح دلوقتي لفيديو. الفيديو ده من خلاله حنقدر نشوف مع بعض المعمل اللاب فولت. احنا كنا اتكلمنا عنه في حلقة سابقة في وحدة مكونات الدوائر الكهربية. طب يا مستر هتجيبه لنا هنا تاني في اجهزة القياس. ايوة ما هو فيه اجهزة موجودة على معمل اللاب فولت. نشوف مع بعض كده الفيديو اللي معانا. هتلاقينا بنشرح الاول مكونات المعمل هنا. وبيقول لي انه لما اعوز اشغل بص هنا قاطع التشغيل. انا شغلت قاطع التشغيل هنا يا شباب. تمام? طيب. وبعدين هتلاقي التلات لمبات هنا منورين. دي معناها ايه? معناها انه المنبع ده سليم وشغال والتلات فازات منورين. قبلتلك قبل كده في وحدة مكونات الدوائر الكهربية لو لو والتلات لمبات دول فيهم واحدة. ما نورتش معناها انه المنبع فيه فازة سقطة او فيه وجهة مع لهوش الجهد بتاعه. تمام? اهو. طيب. البكرة دي اللي بقولك بنتحكم من خلالها في الجهد من المنبع. تمام كده? طيب. تعال بعد كده نتكلم عن الجزء الخاص بالاجهزة القياس. انت شايف دلوقتي في وجهة المعمل فيه اجهزة قياس ومجموعة من الاحمال اللي موجودة في المعمل عندي. تمام كده? ده مأخز وجه واحد. ميتين وعشرين فولت. اقدر اوصل عليه المأخز العادي او كابل تغذية عادي لجهاز بيشتغل اه اه وجه واحد. يعني مسلا شاحن التليفون مسلا او جهاز بيشتغل اه وجه واحد. فنقدر نوصله هنا وناخد الميتين وعشرين فولت عادي منه. تمام كده? طيب. المنبع اللي عندي هنا فيه منبع اه جهد متردد. ده برضو ثابت القيمة وجه منبع جهد متردد متغير القيمة. تمام كده? وبيبقى من خلاله اقدر اشغل الاحمال اللي موجودة عندي. وعندي هنا منبع تاني الطيار المستمر الدي سي والدي سي التاني اللي هو منبع طيار مستمر. ثابت القيمة ومنبع طيار مستمر متغير القيمة. تمام? طيب. هنا انا بقول لك الفرق بين المنبعين زي ما قلنا. انه ده منبع اه سابت القيمة. هنا القراءة بتاعته كان ميتين وعشرين فولت تلتمية وتمانين فولت. لو انا خدت واحد وان يبقى خدت ميتين وعشرين. لو خدت واحد واثنين وتلاتة يبقى خدت تلتمية وتمانين جهد متردد. تمام? هنا نفس الكلام على المنبع التاني اللي انا مسكته بايدي هنا ده. النقطة اربعة وخمسة وستة وان. ده منبع جهده متردد برضو. اه بس متغير القيمة او يمكن التحكم في قيمته. وعندي هنا اه ده مكتوب اسي وهنا مكتوب اسي. الاتنين متردد. ولكن ده ثابت القيمة. وده ايه? متغير القيمة. هنا بأكد لك انه هو صفر الميتين وعشرين على تلتمية وتمانين. واقصى طيار ليه. اللي هو التلاتة امبير. تمام كده? طيب. ايه تاني? اللي والله عندك كمان معمل اهو. او منبع تاني. المنبع اللي هو الطيار المستمر. اللي هو موجود هنا. الدي سي وهنا دي سي. ده منبع طيار مستمر من صفر الميتين وعشرين فولت. وده منبع طيار مستمر آآ متين وعشرين فولت. يبقى ده آآ من صفر الى يبقى متغير القيمة. من صفر الى يبقى ايه متغير القيمة طيب بعد كده احنا لازم نبقى فاهمين برضو الجزء الخاص باجهزة القياس والاحمال اللي موجودة عندي ايه هي? الاحمال اللي موجودة عندي انا هنا بأكد لك طبعا على المنابع اللي موجودة عندي منبع جهد مستمر ودي بكرة الجهد يعني اللي هتتحكم لي في قيمة جهد المنبع وده مفتاح القلاب اللي من خلاله اقدر احدد انا هقيس الجهد فين بالزبط جهد المنبع تمام كده اللي هو من خلال جهاز فولتاميتر واحد ومفتاح قلاب زي ده اقدر اقيس فرق الجهد فين على اه اه التلات اوه كل وجه لوحده اقيس الجهد عليه كام تمام كده طيب يبقى من هنا دي كلها وحدة ايه الباور سابلاي او وحدة المنبع بص كده لما اشغل المفتاح ده بص كده ونغير في قيمة الجهد تمام يبدأ يغيرلي في قيمة الجهد ونبدأ نقول انا هقيس الجهد كام تمام كده يبقى من خلال البكرة دي اللي هي الفرياج ده بص المؤشر هنا بيتحرك معي ازاي اقدر ازبط قيمة جهد المنبع هنا اه اه ده كده فكرة المفتاح القلاب انا عايز هنا بس كده اوضح لك ان دي اجهزة القياس اللي موجودة ده جهاز الواتميتر اه هايس للقدرة وده وحدة اميترات طيار متردد ودي وحدة فولتاميتر طيار متردد اما دي وحدة اميتر وفولتاميتر طيار مستمر اما اللي انا مشاور عليها هنا دي دي بتبقى احمال مادية وهنا احمال اه حسية ملفات ودي وحدة احمال سعوية يعني عبارة عن مكسفات وده برضو شرح سريع لمعمل اللي من خلاله هنقدر في الوحدتين وحدة اجهزة القياس ووحدة مكونات الدوائر الكهربية ان احنا نقدر نستخدمه في تحقيق بعض التجارب تحقيق قانون اوم وتحقيق قوانين كيرشوف الجهد والطيار الاول والتاني وبعض التجارب في معمل القياسات او وحدة اجهزة القياس نقدر نطبقها على معمل اللي بفولت بكده يكون انتهى وقت حلقتنا معاكم تمنياتي لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته